موسيقى السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة الأخبار الأخيرة من الفضائية التشادية ترأس اليوم رئيس الوزراء بيمي باتاكي ألبير أعمال الاجتماع الدوري لبحث وتقييم الوضع المالي في البلاد كان الاستماع بحضور بعض الوزراء المعنيين لإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد خالد موسى الحاج في إطار متابعة وتقييم الأداء المالي والوضع الاقتصادي في البلاد ترأس رئيس الوزراء فاهيمي باتاكي ألبير الاجتماع الدوري والذي استعرض خلاله مع الجهات المعنية الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بشكل عام وأكد النتائج الإيجابية للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق الإصلاحات المالية من أجل زيادة الإرادات وخلال الاجتماع قدم وزير المالية والميزانية تقريرا تناول مساعي وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تحصيل الإرادات المالية ومواصلة جهود مكافحة التهرب طريبي والجملكي وقد لاحظ الاجتماع أن الإرادات لم تصل إلى المستوى المطلوب نسبة للتهريب وغياب الشفافية لدى بعض المسؤولين فضلا عن عقلية بعض المواطنين خاصة التجار منهم الذين لا يقومون بواجباتهم والتزاماتهم القانونية تجاه الدولة وزير المالية والميزانية جورج كريستيان عبر عن رضاه بمستوى النقاش في الاجتماع الذي أشار إلى أنه بدأ يلامس مكام من المشكلة الحقيقية وفي هذا السياق أشار الوزير إلى ضرورة توحية المواطنين بأهمية دفع الضرائب ومن جانبه رئيس الوزراء فاهيمي بداكالبير أكد على أهمية الاستمرار في التنفيذ إجراءات والسياسات الترشيد ودعا إلى توحيد الجهود ما بين الإدارات المعنية من أجل التصدي لظاهرة التهريب بشتة أنواعها خاصة فيما يتعلق بتهريب الوقود على الحدود الشمالية وأكد منع تهريب السكر من أجل فتح المجال أمام تنشط الشركة الوطنية لسكر هذا وقد أعطى رئيس الوزراء تعليمات بضرورة الجدية في العمل من أجل التصدي للظواهر السلبية التي تؤدي إلى التدهور المالي والاقتصادي للدولة